تلعب منصة الشباب للليدون وإن قدوس المحدثان في طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة فاس تلعباني دورا هاما في تعزيز ريادة الأعمال النسائية ومواكبة حاملات حاملية المشاريع حيث تستقبلاني سنويا حوالي 1500 مستفيدة من مختلف المناطق والأحياء بفاس نتوفر على مستوى عمالة فاس على ثلاث منصات موجهة للشباب اثنتان منها حيز الخدمة فيما ستشرع المنصة الثالثة قريبا في تقديم خدمتها حصيلة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والممتد بين 2019 و2023 إيجابية للغاية حيث تم تمويل ما مجموعه 553 مشروع بمبلغ إجمالي تجاوز 74 مليون درهم وتشكل منصة الشباب بالليدونة المحدة سنة 2019 فضاء لللقاء بين الشباب وتقاسم الأفكار والتجارب موفرة خدمات متعددة منها الاستقبال والاستماع والتوجيه وتنظيم ورشات تكوينية للشباب حاملية المشاريع وتوفر المنصة عرضا يهم محورين رئيسيين يتعلق الأول بدعم الشباب حاملية المشاريع والثاني بتحسين الدخل للمشاريع المتعلقة بتثمين سلاسل الإنتاج المحلية بالنسبة لنا التعاونية ديالنا تتخدم على مواد جميل طبيعية تقليدية وكذلك البخور والعطر التعاونية الست في 2019 وبالنسبة لنا حاليا استفدنا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبارة عن واحد المتغيال اللي هو تقطعنا البخور ديال السرغينا وبالنسبة للسرغينات نجيبوها احنا من نواحي ديالجيات فاسم كناس لأنه هي أحسن نوع كائن في المغرب على سعيد المغرب تعرفنا على بتفدي الحوايج اللي أطنك كونتروبخانر مكناش كنعرفوهم وكذلك تتفدينا حتى من الدعم المالي اللي استطعت أننا ناخد به بليزور متغيال اللي كي عاون ندابة في الخدمة مع الزنفان سيخطولي كتكون عندهم بعض الصعوبات في التعلم ومنذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 تم إيلاء الاهتمام الكبير للمرأة من خلال برامج تهدف إلى النهوض بوضعيتها داخل المجتمع ترجمة نانسي قنقر